تكون سنة انتخابية بامتياز سنة فيها عديدة تحديات على مستوى الاقتصادي على مستوى الاجتماعي على مستوى السياسي لبلادنا أهم هذه التحديات لكن نعمل قراءة والية معك سوفيان مع بداية مطلع هذه السنة هي أهم التحديات اللي موجودة في تونس الآن أنا نعتبرها اقرصادية وصحية وتربوية أهم في العموم لأنه أحدى الشنوة ثمت الوازق لقاء مهمين اللي يلزم كي يشتغلوا الاقتصاد يتعافوا اللي هما الاستثمار منشبه الاستثمار الكبير اللي هما التشغيل والاستثمار يجيب التشغيل والي هو التصدير يعني تواجد على المستوى السوق العالمية والدخل الدوفيز إذا نرى اليوم أهم الحاجات الموجودة أولا وقبل كل شيء ثم قطاعا لقدرة تشغيلية كبيرة وهو في أزمة وهو قطاع البناء البت بي هذية مهم جدا نخفره ثانيا يلزم رقمانة الإدارة ثالثا الصحة وكذلك تسديل خدمات متاع الصحة وربعا التحول الطقي يعني اليوم تونس عندها أمكانيات بتاع التحول الطقي كبير جدا خاصة على مستوى التاقة الفوتوفلتائية التاقة الشمسية وحاجات كما هاك وهذا يطلب وأن القطاعات الأخرى متاع التاقة التقديدية تخدمها مماكسيمون بالأكزامل الحوذ المنجمي اللي كان مفروض لعام 2023 نفاوب 5 مليون تولناتا ما فينا كانت 3.2 مليون تولناتا وهذا يطلب على مستوى اللوجستي أولا أبلادس كما لادس ورس جدير وزرزيس وغيرو يكونوا يشتغلوا بالقدير وكذلك المؤسسات العمومية كذلك المشرفة على عديد هذه القطاعات تكون تخدم على بلان رندمون وكذلك التكوين المهني لأنه زيادة على المهندسين حاشنا كذلك بتقنيين سميين وبيدعام لأماندوفر كاليفي حاشنا بيون هذه القطاعات مهمة جدا أهم المشاكل دي موجودة في تونس هي اقتصادية كان نخذو على مستوى المالي البنك المركزي خالص طوى 4 أيام بيين يقول فيه وأنه عنا 26 مليار دينار و18 مليار أخرى فوقهم اللي هم احتيات العملة الصعبة اللي هم 118 يوم عامل فات الوقت هذا كانوا 100 يوم كان نخذو طابلو هاو طوعده هنا سيدالي مهم جدا تشوف بالأكزامبل عام 2023 هذي يخلوه الامريكان العمولات نسبة للدولار تونس دينار اقتانا يجيه في المرتبة أفتناش بنسبة زيادة مليشة كبيرة جدا للك بنسبة زيادة بالابولو الدولار ما نتوقع نلوه للبيزو متاع كولوميا بعد البيزو متاع مكسيك ومبعد السريلنكا ومبعد بولونيا متاع برازيل وهنغاريا وبلغاريا وبيرو ورومانيا وسينغرافور الدولار متاحة والتايلندا ومبعد تونس يجيه دينار اقتان دونيزيا ومبعد جمهورية تشيكو الفيليبين وطايوان وهونغ كونغ بشي يبدأ في الخسارة مع الدولار تلقى الهند جنوب شسمها الكوليا الجنوبية الشكل متاع الكيان الصهيوني الفلوس متاع الصين والشيلي وماليزيا وجنوب افريقيا وروسيا والباكستان ومصر وتركيا والارزنتين يعني سمى تعافي مش تعافي هو دينار لكن مقافل في الحدود متاعه مع الدولار وخمسة سنوات تقريبا في نفس الحدود حافظ على المكان واليورو واليان نوعا ما نوعا ما اللي هو حاجة مش خائبة مهوش انتصاره كبير لكنه حاجة مهمة وتشوف قصدية الدول العظمى يعني اللي تايحة كمانيجيلة ولا جنوب افريقيا ولا مصر ولا رجل الاشكالية الان هو اعادة المشاريع الاساسية المشاريع الاساسية هما البروجيه اللي يسموها الصحات الهيكلية اليوم الصحات الهيكلية يجب ان ندخل فيها عام 2024 بش الحلقة الايجابية اللي عرفناها عام 2023 نحي تلميزة الاخيرة اللي هي تميزة بالجاسيف تتواصل على مستوى الدوفيز على مستوى خلق مواطن شغل على مستوى كذلك عجز الميزانية وعجز الميزان التجاري اللي هو تحسن الى حدا ما الاله الخفي هو الاقتصاد الان يجب ان ننتجه اذا كانت حب اه تقسيم عادة للثروة يجب تخلق الثروة اذا كانت تخلق الثروة انت نعمش تعمل تقسيم عادة للثروة بينسول ان نجمو الدخل قطاعات كما الصناعات الغذائية الاشكالية اليوم اللي موجودة هو اقتصاد الدولة اقتصاد ريعي مبني على زيت الزيتونة اه في المواد الغذائية والتمور وآآ غلال البحر والثمك وآآ كذلك اه اقتصاد خاص على مستوى البترول والطاقة وقت اللي انت في العام حاشك بربع علاف ميجاوات وانت تنجم تنتج فاسين مو عاش الالاف ميجاوات وثم مشروع الميد اللي بشيمشي الايطالية بدو فيه الحق الان عن طريق اقريبية الاف شاتي ستمائة ميجاوات وفيه تقريبا تبا ميت وانيول يورو وليتاليين يستنوا فيه الوربين يستنوا فيه لكن اليوم المشكلة الكبيرة هي الاقتصاد في نفس الوقت التربية والتعليم اصلاح حقيقي باعادة هيكلة المنظومة وكذلك اه اصلاح كبيرة يقع على مستوى الصحة اليوم الصحة في تونس قطاع مضلوب قطاع اه عرش قطاع فيه خسائل العديدة وخاصة فيه اموت ناسي اللي كانت تخرج في الليل تعمل دولا في اه لزورجانس معناها مشاكل كبيرة بكل صراح تلقى سما ناسي قاعدين على بلونكار ولكن سوفيان بفرحات اه زوز قطاعات اللي اذكرتهم قطاعات تاكل الفلوس تطلب برشة فلوس تطلب برشة موارد بيش تنجم تكون هي ممكن صعيب ياسر بيش تكون مربحة معناها خاصة نحكيه على التعليم والصحة لي هو خطاعات حية واجتماعية ممكن اثارة وامتاعهم اللي ينجم تخلقها غير مباشرة يطلبوا برشة فلوسة اولا التعليم تخلقك كوادر وتجدد لك اه التقم الفكري امتاعك وتجدد لك انه خب وتعمل كذلك اللي يتسمى السلم الاجتماعي مثل مراسي محمود المسعدي ليم على احمد بن صالح وانه اعطال الطلبة برش بخمسة وربعين دينار كعتاوي برش بخمسة وربعين دينار في محمود المسعدي في ختاب في بردو قال هذي يربح الطلبة معاه لكن الطلب في تونسكي كان ايه خمسة وربعين دينار كانت هي شهرية بتاع الموظف كان يعاون بها في عائلته فهمت يعني التعليم والصحة وعمرك ما تتلع خسر فيهم باتبال الملدود الاجتماعي انت يشوف الازمات الصحية والاموات وخسارة ساعات العمل نتوجة الامر اذو غيره شو تقدي يعني هذو ما بالحق زي زين فستيش ما ومهمش يظهر في عامو لكن على مستوى خمسة سبع عشر سنين تعتك لتائجة مبهرة وخارقة اه للعادة اكيد جدا اليوم اصلاح منظومة الصحية اما تروح ان بنت دوس اه موش بطريقة اه فوجئية لكن زادة مش مقبول وانو اليوم امرأة تموت يشد هالحسي بانجردين بشيزوها الجربة تموت في اللواج مش مو معقول وانو اليوم اه كذلك نجب ونحكيوها لحوالث الطرقات يعني احضر نسبة موت الاطفال شو سبع الاف وستدائف ناخدوا بالعظم من الاطفال الاطفال في تونس نسبة موت الاطفال من اقل نسبة في العالميا يعني متدانية جدا لكن كانت شوف الاطفال ينخسرهم قدام المدارف تلقى من اكبر الارقام يعني في القروان في المنفذة في تونس في السياق دوك مش معقول وانو عندك نسب مختلطين مع موت الاطفال عند الولادة اه صغيرة متدانية وتخسر اه الاطفال في سن الزهور نتيجة حوالث الطرقات ثم اشكالية كبرى هذي الكلو يطلب وانو تكون ثم استراتيجية الاستراتيجية بانشور هما توا عملوا التختيت حتى العام خمسة وثلاثين ثلاثة عشر خمسة وعشرين في اه ثلاثة عشر خمسة وعشرين خصوا ثمانية عشرين فاصل ثنين مليار دينار للاستثمار مهم جدا نسبة الاستثمار الزين ونسبة لدي خارجيين باش ناجب تعمل استثمارات وباش تخرج كذلك من الاقتلاث الخارجي خاطر تونس على مدده سبع وربعين سنائج باتلك عبدالله من عام واحد وستين لعمل فين وثمانيا تونس نوع حقه حقه نسب نمو وتطعن تاقتصاد بتاع 3 فاصل في المئة وقتل دول الغربية عام 2 فاصل ودول النامية واحد فاصل وعملت كل عام خل 30 فرمية من ناتج المحلي الاجمالي وستين وعشرين فرمية من ناتج المحلي الاجمالي امشي للأدخار وبالتالي الادخار سمحلك باش تعمل سبعين في المئة من الاستثمارات يدي كان سبعين وعشرين في المئة على تلزين في المئة سادونت وصنديس بورسان راسيو سبعين فرمية من الاستثمار انتي تعمل داخلي حتى نسبة التدخل الخارجي ينقص هذا يطلب منخ المناخ اليوم يطلب منخ زيادة في الشهاري هذا يطلب منخ زيادات باش في اوجور القطاع العام والخاص هذا يطلب منخ المقرة الشرائية باش تطلب منخ المواد المحلي وكذلك نسبة الدخار نسبة الدخار كانت على 22% هبتت بعد الثورة الى تسعة وثبانية في المئة ثم رجعت الى تسعة وثبانية في المئة تلقى الى تسعة وثبانية في الارخة لذا اليوم الدخار هو الدخار العائلات اللي بارني دميناج كي كي تدخل مع المزيدة ثم كانت اصبار العائلات سبيحة وكذلك في مُضم محارك لا تسعة وثبانية في المدانات سبيحة مبقلة تسعيل كم ليسى الى تسعة وثبانية في الارخة ومحارك أحبية للأستثبار على المدانات فهو الوحيد في المواطنين باعث عن حيث غير مواطنين قال بلداء كونفيد ديزون تخبخيز ودي بروژيات ذاك العجون ديزون تخبف لوس الباكة لك فلوس الباكة يفلوس الشعب إذا كان نسبة للدخال تدنى مشكلة كبيرة السنة وصلنا 23-25 نسبة 6.35% اللي هو متدني لكن خير من اللي كان قبل ونسبة الدخال طوى 13% خير من اللي كان قبل يجب نقويهم يجب نسبة للدخال لا تقلوا عن 20-20% ونسبة للإستثمار نتقده سنويا عن 30% فما حاجتين هنا سفيان ممكن زادة اللي مش ننزموا نقراه مع بعضنا على هنا إذا نسبة الدخال عليها تمنشوه شو الاستثمار دونك فما حاجة أخرى لي في الوسط تيمين بلوس خططة اليوم الناس اللي هي القاتها يقول لك أنا عندي تفتوفة نحطها في البنك نحطها غاديك ناخو عليها نربح عليها في العام تيمين بلوس آآ ولا اللي هو ها هو كان رباحه من غير من استثمارها هذه الأجلاءات اللي عملهم من يسو الشهد هو شوفنا مرة في لقاءه مع صديقي أنا اللي هو صديقي من الصغراء من الجامعة نعرفه اللي هو سيمالوان عباسي وهو إنسان حقا نحترمون جدا مالوان عباسي ينقضوه كل شيء لكن هو إنسان عام 2016 قعد عام 2017 قتلوه قلي بشن رفع في القين الموديلية كيت رفع في القومة الموديلية تزيت في التامام قلت له إيه لما فيه مشكلة لأن أنا 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 ما ينشي اقتصاد إياك أنت عام بالاقتصاد سياسي نعف الاقتصاد سياسي ما نعرف الاقتصاد أه خدتوا لك فورمانسيون بلودو كابتال فيكسي يعني لاستثمار الخاسر واستثمار العمومي يجيبهم بعضا مقداش يعتوك هذه كان يسبب الاستثمار نحكي عليها لفورمانسيون بلودوك قال لي شوف سفيان أنا كان من طلعش في القيم الموديلية بشنطلع شويه في التامام لاني بش تسلي انفلاسيون أجوش في الدول عام نورو سن العاشرة في المائة انفلاسيون موين في المواد الغذائية توصل الخمسة وعشرين والتثين في المائة قال يزبني نعم لكيكة بش نخلي الدينار في مستوى اللي موجود فيه طوى هو وفاة بعهده كلنا نحكيوا على الدينار طوى عنده خمسة وعشرين في نفس البلاس لكن فيما بعد قال الكويته يتامام طلع والتامام الطلاع والفورمانسيات الصغيرة بسطى الماسيات و الماسيات في كل ملك اجلاء تخص وعلاقهم يكون في حدود اربعة في المائة المعامناهم خمسة في المائة فهمت لا انتك بتاخدون في نسبة البنك و تاخدون تامام بلس طلوع شوف البنك انا ما انه هو يمكن إن يحكي في حاجة ذي مهم واضح في سياسات المالية أما راي البنوك في حضيتها راي قاعدة تقوم بإجرام توجيها المؤسسات بنحكي عن المؤسسات البنكية في حضيتها سيفرية وفهم القوانين تنظم وغيره اليوم راي البنكة معت حتى تعمل حد شيء شو التائم متاع فوقتاش يولي بلكدير واختي وولي واحد في المئة وولي ثين في المئة نهايت وثين في المئة في فرنسا الناس يشريوا في الديال عنيش خات التائبين مزلوا في البيل كاتر فنكين في بولسان دوك العباد نهاية المئة مليون ترجع عليها سبع مليون على عشر وخمسة سنة أحلى تاخ مئة مليون ترجع عليها بيعشين مليون شو التركيز تشوف على عشرين سنة فوق المئة مليون هي على عشرين سنة على خمسة سنة تقلقى بيعون ثمانية وعشرين مليون دوك سبع أشكالي أنا أخذت مياه وتدفع مئتين وثمانية هي يعني مشكلة كبيرة دوك اليوم خلاء المنزل العائلي والمنزل آآ مهم جدا اليوم يجب نعملوا اقتصاد سياسي يجب نعملوا اقتصاد سياسي ومالتصاد السياسي ومبدأ على بعض العائلات اليوم يجب نعملوا اقتصاد يتبناء على نسكن في نسب الدخال زيادة في السراء ونحن لديك المواد لم يرد من السياسي أو تركيز وبالتالي تخلق سوق محلية وتخلق محلية على السلعة المحلية اليوم على غالب الاختيارات كانت نشري سلب الأشياء معي مهما كان الثمن يبقى ثم اليوم منتعشات المشكلة الساسية تونس كاملة قاعا صفصفا الى البنوك الحب لاعرف عليش معنى البنوك تسدي باران موجودين في تونس وبنوك الاستثمار ما عادش موجودة بقانونة 2016 حينة بنوك الاستثمار ياخد البياناة مش كانت بنك الفلاحين طو تمشي البياناة قولوا يبن الحب ببدل بيت البانو متاعي ولا نعرس ولا نعمل يعتوي لا يلد باناة بنك الفلاحين كان عنا قبلها بنك الجنوب بنك الجنوب تخدم في منطقة سبا الجنوب وتعاملت في صفاق وكان عنا طوى مجال تذيك البنك التمويل والمشاريع السغلة المتوسطة قاعد ستبعوا بف بمو قاعد عامين بلاش بديجي اليوم الميكروكريدي اذا بترجالوا انا مشيت مارز اندى مارز اندى كل نهارة مشيتلو اشمو السوق الكاهنة والله يقيد برودوي قاعد تبهت بلا تبهلك حاجة بعشرين الف والقسرين اللي قادة تعملت فيها وليتي كتشريها تبسي تشريها من سكرة تقاعد ثبانين الف اذك صحيح سيلو ميكروكريدي محمد يونس اعطاه فلوس حتى البطالة فهمتوك تعملوا من بنكو عدو الكيمان لونك اليوم نلزعو لهذاكا معناها نلزعو الى عقلية جديدة سي سوفيان احنا هالمنظومة البنكية اللي عاودو نقولوها انا معناها ترتقي ساعات الى مرتبة الاجرام في حق المواطنين انا بش نعمل فيرمان اي دفق فلوس تعمل فلوس تعمل فلوس تعمل فلوس تعمل فلوس تعمل فلوس تتفعلها كل شهر يوين حيلك وين حيلك التفيس تدفع لي لذلك التفيس وناه مشكلة لذلك يقول كي تروا دينار بعد موة اي لا وتروى دينار فلوس اي لا مو تروى دينار وزيد التفيس تعمل اي اكتيبيتي تعمل خبار اي كوميشو تعملت المواطنين ويوين شو نعملوها لماذا تعمل على الحصول المترجم للقناة عندك كارتة أخرى؟ وقتك موجة إبوها الي كرام ايسيدي ما أحب مش انا كارتة ماش ترجع؟ ماناياً يحب يدخلك في الفنوش تحب تشجع على النميوريزازيون يجب البرجومة البنكية تتبدل وحسن احنا حكيناك انهال اخي عنديك البوستر البوستر هي بنك الشعب عاد خدم البوستر ميحبو ايش ميحبو ايش ميحبوش ميحبوش البوستر تولي بانك عام هما خاتر منيفسه غير شريفة خاتر بنوك عامنين كهتر مع بعضهم يقرروا ويحبو ميحبوش يقرروا ويحبوش ميحبوش ميحبوش الجميع نحن بحق المواضيع ميحبوش ميحبوش تاخو بالشروط بتاعه. هتحاش كتيبك الفلوس. تاخو بالشروط بتاعه. دونك تاخو بعد تقوى دا معذب باش تخلص. انا نحكي لك التنم لو تتلاه. اللي كان يتعطي خمسمائة دينار في الشهر ولا يعطي في ستة باية خمسية دينار و سبعمائة في الشهر. فهمت؟ بالتنم. ما نفهمش يعني كيفاش بوش تبع مفروض الكلنا ننهض مع بعضنا. والكلنا نتحمل مع بعضنا. كان البونوك. هما سيتوجود لبلنس. العائلة الملكة. وهما دي ما لبحين والناس وهم شي لبحين. نعود وشوفه وعنيس البونوك. شو معنا المغرب قدم ملتين ونص عندما قد منها بنوك ملتين. وخرجوا من تونس. مشاوه للأفريق. مشاوه بعديد البلدان اللي يتابعوا الاستثمار. هذي رقطة نحكيه على استثمار. هذي استثمار. الباقي الكل معناها. حتى الناس كده تحكم عليك كنظام. تحكم عليك. اليوم معقولة اليوم بنوك ماش تقبله في ماش قادة تسكنتي معناها في في كليونات. هالناس بارتورباسيون كبيرة في السوق. ولكن بيش تقبل تسكنتي من عندك كمبيالة. تنح عليك رأوني ضغط رأو صلت فمه. أنا وقت ماني فاتح كدت على صديقي اللي هو فمه تسعتاشن مليون. ميخو عليهم زملان ثمانية مياه اللي هي اسكنت. قلي ليه قلي عندي يفهم وعدها في ثلاثة ملين وميتين. يا ما ليه اسكنت هذه. ليه ما يسكنت. مش هي كبير مبارشة سي سوفيان رواء هذا اللي قاعد صاير ما المنظومة البنكية هذي برش. على كل. على كل احنا هتوا نذكروا في كل مرة بهذا اللي قاعد صاير بكل صراح. شوفوا احنا حبينا مبكر جبنا حوالي الثروقات فقط الرقم حبيت نعطيه بشتفهم ونتوم اللي تسوقوا توت سيسروا عكم في الكياس. بمعدل ثلاثة قتلى يوميا عن الف ومية وخمسة وثمانين قتيل في حوالي الثروقات سنة آآ الفين ثلاثة وعشرين. وشوفوا جهر حذر قدش. الف ومية. تعرف هذي قدش يتكلف على المنظومة على. انا بالنسبة لي مجالة الطرقات والمنظومة الزجرية فيها. راح كفرس يا دار بستين ديناتو. شو شو يا دار طلعوا تنسبة ديناتو. شو طلعا بكل تسقم راح. وكيما زاد يكسي يجدو كياسات في برد مهر من حفرة. يضرب اللي بجنبه. والي بموتور بشي سي. توب ربي. موتورو تتمشي فيها معوجة. يا سي سوفيان والله العظيم. راح والشي تعرض كراها بتمشي في الكياس. تقول هذي كيفاش خذات الفيزيتة. تي ماو حقيقة نقولوها ذي. اما اخزاء براشوة ولمشي تسلف قطاعي او حتم. وهما دار المرأة من تعلق في التكنيك. قال انا. نحكم على الكلام بك الجيني. لا يا اخي. ننجم انتي كعون امن توقف الكلام. ما تقولو هذي غير صالحة. هو لا في القوانين موجود. ما حد باب الحديث اخر. تاني موضوع اخر تاني نحكيو فيه. شكرا لكم على حسن المتابعة. ردو بيكم على الواحكم. توني سمانة رو بين يدينا نسل كل رو. ما نجموش. نعيشوا في بلاد كل حد فيها ما مسكر على روحه. لا اذا غرقت سفينة تغرق بالكل. فكعلاش مستحق اولادها وابناتها. باش كل حد يخدم خدمته بكل امانة. التكسي يخدم خدمته بامانة صحة في كيف كيف. المستثمر الرجل الاعمال وغيره وراجل التربية. ها تعطينا نخزروا البلاد نوترومو من غير ما نخزرولها بيانانية. لانه اذا قامت هالبلاد يقوموا معها احنا زادا. ربي بقسطة على تونس. واشالعامكم مبروك من جديد. نتلقى على خير بعيه.